إلى قضية الأسرى في سجون الاحتلال مشاهدين يعيش أكثر من 4700 أسير فلسطيني في ظروف إنسانية صعبة فقمها إعلان السلطات الإسرائيلية إجراءات قمعية بتوصية من اليميني المتطرف إثمار بن كفير ما دفع الأسرى إلى إعلان العسياني والدخول في إضراب جماعي قبل تراجعهم بعد التوصل إلى حل فالسلطات الإسرائيلية رضخت لمطالب الأسرى وأو وقفت الإجراءات العقابية بعد إعلان الأسرى دخول ألفين منهم في إضراب عن الطعام قبل تراجعهم وأعلانهم الانتصار ووقف خطوة الإضراب بعد وقف إدارة مصلحة السجون إجراءاتها ضدهم. إدارة مصلحة السجون كانت قد توعدت الأسرى بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها وتقليص مدة الاستحمام وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش مع استخدام قنابل الصوت والكلاب المدربة ومضاعفة عمليات العسل الانفراضي. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أعلنت عن انتصار الأسرى في معركة الأماء الخاوية التي سميت بركان الحرية أو الشهادة. وقالت إن الأسرى أجبر العدو الصهيوني على إيقاف إجراءات معاقبتهم. وإن الحركة الأسرة تمكنت من تسجيل انتصار جديد حسب تعبيرها. لكن وزير الأمن القومي أو الوزير الأمن الوطني المتطرف إتمار بن كفير نفى التواصل إلى أي اتفاق مع الأسرى. وقال إنه يثق من مفوضة مصلحة السجون وكبار المسؤولين. طبعا هم أنكروا أن هناك أي اتفاق. مضيفا أن السياسته ما زالت مطبقة. نشطاء عبر مواقع التواصل الشمعي احتفوا بإهلان الأسرة وانتصارهم. الأسير السابق مقداد القواسمة وجه تحية للأسرة وقال بالرغم من الأسرة أن الأسرة انتصروا قبل أن يبدأوا فإن الحرية التي نعيشها هي بفضل الأسرة وتضحياتهم حسب وصفه. بينما يعتقد ياسين عز الدين أن الوضع الملتهب في الضفة الغربية أسهم بإجبار الشباك على القبول حتى لا يكون الإضراب أو إضراب الأسرة شرارة أحداث أكثر قوة حسب وصفه. أختتم بتغريدة عماد الدين الذي قال نذكر الجميع بأن هذا الانتصار لا يعني أن حياة الأسرة ستصبح أفضل بكثير فوجودهم داخل هذه الزنازين هو موت بطيء. لذلك نصرتهم واجبة وليس فقط وقت الإضراب حسب قوله.